موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته وبركاته مشاهدي الكرام اهلا بكم الى حلقة جديدة من برامجكم اليومي الصحافة اليوم هذا البرامج ينطال في ابرز ما طالعتنا به الصحفة المحلية والعربية من قضايا وعناوين خاصة بالشأن اليمني وهذه جولة سريعة في بعض تلك الصحف موسيقى وكالة الثاني من ديسمبر طالعتنا التحالف اعتراض وتدمير اربع مسيرات حوثية مفخخة وصاروخين باتجاه سعودية الاستخبارات الامريكية استمرار تسليح ايران للحوثيين يزعزع استقرار اليمن والمنطقة الصحة اليمنية تسجيل خمس وسبعين حالة اصابة مؤكدة بفيروس كورونا وعشر وفايات في وكالة خبر نقرأ تجدد مواجهات عنيفة في عدد من جبهات غربي مأرب اتفاقية يمنية سعودية لتوريد المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء بالمحافظات المحررة نقابة المعلمين اليمنيين مقتلوا واصابة اكثر من ثلاثة الاف وخمسمائة معلم على ايدي الحوثيين خلال ست سنوات قرار حوثي برفع قيمة زكاة الفطرة في صحيفة الشارع نطالع التحالف يكشف عن حريق اندلع داخل حرم جامعة سعودية جرى اعتراض هجمات صاروخية حوثية جندي يقتل باع شعير رفض دفع جبايات وصدى مدينة تعز الامم المتحدة توصي مجلس الامن بإحالة انتهاكات العنف الجنسي في اليمن ودول اخرى الى محكمة الجنايات الدولية العمالقة ترعى اتفاقا لانهاء التوتر الحاصل بين قوات الشرعية والانتقال في منطقة خبر المراقشة شرقي ابيان قوات الجيش تكسر هجمات حوثية في جبهات هيلان والمشجح غربي مأرب في موقع الساحل الغربي قتل الحوثيون 1497 معلما بينهم 81 مدير مدرسة في حبيش بئب مسلح حوثي يعتدي على طفل واسرته هجمة حوثية على مساجد المحويت ومحاضر لبناني يفتي بان التعبد في مواجهة السعودية في مارب في موقع عدان الغد الشرعية توافق على دخول شحنات وقود لميناء الحديدة امن ابيان امن الخط الساحلي من شقرى الى عرقى بشكل كامل استجابة لتوجيهات وزير الداخلية وصادة لقوات العمالقة تنهي التوتر في منطقة خبر المراقشة بابيان في موقع نيوز يمن بعد عشرات الانكسارات الذراع الايرانية تزرع مئات الالغام في اكبر معسكراتها بالضالع صنعاء حثف الثورة اليمنية من التعليم الاساسي غياب ملامح الفرح بوجوه اليمنيين في رمضان بسبب الفقر وارتفاع الاسعار الاستخبارات الامريكية تحذر من خطر الحوثيين وايران في اليمن الى بعض الصحف العربية الصادرة هذا اليوم وعناوينها الخاصة بالشأن اليمني والبداية من صحيفة الشرق الاوسط اليمن يندد بهجمات الحوثيين على مأرب ويدعو لإسناد معركة تعز يمنيون يبحثون عن غاز الطهي في صنعاء ويتهمون الحوثيين باحتكاره الجماعة رفعت السعر 180% وفرضت التوزيع عبر التحقق من الشخصية دراسة تحذر من انفجار صافر خلال اسابيع اما في القدس العربي بعد سوريا هل تمسك موسكو بزمام الحل في اليمن الى صحيفة العرب اللندنية حلم الافارقة ينتهي بهجرة عكسية من اليمن الى بلدانهم الحوثيون يحتجزون الالاف من المهاجرين وينقلوهم قسرا الى جنوب اليمن الخاضى لسيطرة الحكومة المعترف بها دولية تغطية الاعلام الغربي للحرب في اليمن تفتقد الى الدقة اكاديميون سعوديون يرون ان عدم تواجد مراسلي وسائل الاعلام الغربية ميدانيا في اليمن ادى الى افتقارها للمعلومة الدقيقة وفي ذات الصحيفة ايضا الحرية لانتصار الحمادي هاشتاغ وحملة لانقاذ ممثلة يمنية وجه اليمن الجميل خصم ميليشيا الحوثي في وكالة سويسرا للاخبار سويس انفو شضايا صواريخ اطلقت من اليمن تسببت في حريق في جامعة سعودية في صحيفة الاتحاد الاماراتية اليمن ارهاب الحوثي يجسد طبيعة مشروعه الدموي وفي ذات الصحيفة محللون سياسات واشنطن المتذبذبة حيال اليمن تهدد بكارثة اما في العربي الجديد احباط هجمات للحوثيين على جيزان سعودية تزامنا مع تصعيد عسكري في مأرب وفي ذات الصحيفة شاب يمني ينقذ مصابي كورونا من الموت بتوفير الاكسوجين مجانا واخيرا من البيانة الاماراتية الجيش اليمني يحرر مواقع في مأرب والجوف اذا عديد العناوين تابعناها سويا في مضى لكن ربما ابرز ما لفت الانتباه بان هناك دراسة تقول بان كارثة صافر على وشك الحدوث وان اسابيع فقط هي ما تفصلنا عن الكارثة فلماذا هذا التمعنت ربما الحوثي والمماطلة الاممية في حل هذه القضية وهل غدت صافر وقضيتها معقدة الى هذه الدرجة الذي ربما العالم يقف متفرجا تجاهها وبماذا يمسك الحوثي كي يفاوضه العالم حول هذه الكارثة لمناقشة هذا الموضوع يسرني ان يكون ضيفي الدكتور فارس البي للأكاديمي والباحث أهلا بك دكتور فارس وكل عام وأنت بألف خير أهلا وسهلا بك والمشاهدين الكرام دكتور فارس ربما لو دخلنا في الموضوع مباشرة هذه الدراسة التي نشرت اليوم في صحيفة الشرق الأوسط حدثت أن هناك مأسابية فقط تفصيلنا عن الكارثة وعن انفجار خزان صافر النفط وكل المآسي التي ستحصل بعده لماذا ربما هذه الصعوبة في هذا الملف بالتحديد وهذه القضية التي بقى لها سنوات تراوح مكانها ونسمع تصريحات من الممتحدة بين الفينة والأخرى عن اكتراب الحل لأن المجتمع الدولي والأمم المتحدة يقايضون أيضا ويلعبون بهذه الورقاء كما تلعب بها ميليشيا الحوثي لاحظ أنه منذ 2017 وهذه القضية مطروحة بقوة الخطر الذي ستسببه الإشكالية أن قضية صافر بعيدة عن الملف السياسي اليمني وفي نفس الوقت تهم لا تهم اليمنين وحدهم إنما تهم على الأقل ثمان دول مشاطئة للبحر الأحمر وستؤثر بشكل كبير على مضيق باب المندب ستؤثر بشكل كبير على الأحياء السمكية وعلى التنوع السمكي في البحر الأحمر وكثير من الدول تصطاد من هذا المكان هذا المكان الأغنى بالأحياء البحرية وتتحدث تقارير أن هذه الكارثة ربما تكون الكارثة البيئية الأكبر في العالم ربما تفوق ما تسبب به انفجار مرفع بيروت تقارير نشرته حتى جامعة الدول العربية أن اليمن ستحتاج إلى 30 عام لمعالجة آثار هذا التلوث فيما لو حدث تقارير أخرى تتحدث أن هناك 115 جزيرة يمنية ستفقد تنوعها البيئي قريبة من هذه المنطقة على الأقل هناك 100 ألف طن من الأسماك والأحياء البحرية ستنفق لدينا أكثر من 100 ألف لكن كل هذه المآسي التي تشرحها دكتور فارس كل هذا ربما الدمار والخراب لماذا إلى حد اللحظة تقف ربما الدول هل هو عجزة هل هو الضعف أم ماذا بالتحديد عندما تصدر الأمم المتحدة بيان وتقول بأن السفينة سيتم إصلاحها والتخلص من هذه الكارثة في شهر فبراير ثم بعد ذلك تقول في شهر مارس وها نحن الآن في شهر إبريل ولا شيء يتحقق على الأرض لأن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يتعاملون مع ملف صافر كما يتعاملون مع الملف السياسي اليمني التعامل مع مليشيا الحوثي من ذات المنطق هذا خطر كبير صحيح بالتأكيد الدم الذي تسبكه مليشيا الحوثي دم اليمني أغلى بكثير من صافر ومع ذلك لنذهب وراء كيف يفكر العقل الغربي تهمه البيئة أكثر من الدم اليمني بالتأكيد ومع ذلك وجدنا كيف تتعامل هذه الأطراف الدولية مع مليشيا الحوثي لك أن تتخيل أن تغريدة تغير موقف مجلس الأمن تماما كما حدث قبل أشهر عندما كان مجلس الأمن على وشك أن يصدر قرارا شديدا لهجة قرار يعني بيان عفوا ليس قرار بيان بشأن عرقلت مليشيا الحوثي لدخول الخبراء الصيانة إلى صافر ثم دخل لا أريد أن أذكر اسمه قراري حوثي وكتب تغريدة أنهم يرحبون بمجيء لجنة الصيانة قبلها بساعات ثم تغير موقف مجلس الأمن هذه الدول الكبرى تغيرت تماما وألغوا ذلك البيان وصدقوا مليشيا الحوثي بعدها بأيام تراجعت مليشيا الحوثي تماما عن هذا الاتفاق الأمم المتحدة والمبعوثة الدولي قبل عام وكانت الحكومة الشرعية لا تعرف كان لا أريد أن أطلق وصفا لكن كان يقوم بالترويج والعمل على عقد صفقة مع أطراف وجهات أخرى لبيع النفط الخام الموجود في صافر مليون ومئتين ألف برميل لصالح مليشيا الحوثي دون أن تعلم الحكومة الشرعية وهذا ما تريده مليشيا الحوثي مليشيا الحوثي وجدت الآن قنبلة موقوطة تهدد بها الجميع وورقة كبيرة رابحة بالنسبة لها تهدد بها المجتمع الدولي وتهدد ومع ذلك لا يستطيع المجتمع الدولي أن ينقذ البيئة وينقذ الحياة وينقذ الممر التجارة الدولي من هذه الرعونة الحوثية موقف غريب يدعو للسوقية إذا كانت مليشيا الحوثي تتعامل بالطريقة التي أسلف دكتور فارس طبعا نحن كيمنيين ربما عاهدناها ليس من اليوم من الحروب الست في صعدة وكيف أن تنقذ تلك الاتفاقات إلى حد اللحظة لكن المجتمع الدولي كيف يثق بحل شامل وحل سياسي وكل هذه الأمور إذا كان فقط في جزئية صافر تتراجع مليشيا الحوثي بين الفينة والأخرى عن اتفاقات وقعتها أو تعهدت بها للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمجتمع الدولي الآن أمام اختبار حقيقي كيف سينجز هذه المسألة مع مليشيا الحوثي هنا لا مصالح سياسية في المسألة ويفترض أن لا ضغوط سياسية ولا أوراق سياسية في المسألة مسألة بيئية بحدة ومسألة إنسانية من طراز رفيق ومع ذلك لا يستطيع المجتمع الدولي أكثر من خمس سنوات لم يستطع أن يقدم حلا لهذه المعضلة الكبيرة إذن كيف يمكن أن يصنع السلام هذه الأطراف الدولية كيف يمكن أن تصنع السلام في اليمن كيف نركن ونطمئن إلى أنها قادرة على الضغط على مليشيا الحوثي للقبول بشراكة وللقبول بسلام وللقبول بتسوية سياسية حقيقية إذا كانت وهذه قضية رابحة قضية صافر مئة بالمئة ليس فيها أدنى بحث عن مصلحة ومع ذلك لم يستطع المجتمع الدولي أن يتحرك مع أنه سيتضرر سيتضررون جميعا من هذه الدول الكثيرة ستضرر ومع ذلك هناك عجز عجز كبير وانتظار التقارير تقول وتحذر بشكل سريع ومع ذلك يتفرج المجتمع الدولي على هذه القضية وينتظر حتى تأذن مليشيا الحوثي وتمنح هذا الفريق التأشيرات حتى يتعاملوا معها كطرف سيادي بالمطلق إذن هناك عجز عجز في الأداء عجز في الآلية هناك دمج للمشكلة اليمنية السياسية مع هذه المشكلة مع أنه يفترض أن تعطيهم هذه الممارسات الحوثية زاء صافر صورة كاملة عن طبيعة مليشيا الحوثي وعن كيف ينبغي أن تتعامل الأطراف الدولية معه كيف يمكن أن تصنع سلام معه هكذا يفترض أن يستفيدوا من هذا الدرس ويتعاملوا معه بشكل حقيقي لكن للأسف يتعاملون بشكل حقيقي دكتور فارس إذن هنا الإشكالية كيف ستؤثر هذه التصرفات التراخي من قبل المجتمع الدولي من قبل الأمم المتحدة اتجام مليشيا الحوثي في هذا الملف على مرفات أخرى وعلى إنعكاسات على ملفات أخرى على أبرزها ما يحدث الآن في مائرب والملف الإنساني وحتى قضايا حقوقية ومختطفين وصحفيين وكل هذه الأمور مليشيا الحوثي وجدت في صافر ورقة ضغط مهمة بالنسبة لها وتهدد المجتمع الدولي بشكل كامل بهذه القضية لاحظ أنها لا تهمها لا الحياة البحرية ولا البيئة ولا الإنسان اليمني ولا عشرات الآلاف من الصيادين الذين سيخسروا ولا حتى احتمال إغلاق ميناء الحديدة بسبب هذه الناقلة أو حتى ميناء الصليف أيضا هم لا يدركون هذه المغازي ولا يهتمون بها مطلقا ومع ذلك يقايدون بهذه الورقة هم طلبوا من فترة طويلة أن مقابل أن يتم كان هناك طرح أن يتم سحب هذه الناقلة إلى البحرين لعمل صيانة لها ورفضت ميليشيا الحوثي واشترطت أن يتم ضخ النفط من رأس عيسى إلى الحديدة وتشترط أن يتم صيانة الناقلة في مكانها ويتم ضخ النفط إليها فيما بعد ثم هي من تستولي على الإرادات كاملة إذن نحن مع عملية ابتزاز كاملة هذه العملية كيف تعامل المجتمع الدولي والأطراف الدولية مع داعش مثلا أو مع القاعدة أو مع التنظيمات الإرهابية التي استورت على النفط في الشام والعراق وما إلى ذلك تعملوا بمنتهى القوة هذه لا تقل خطرا عن تلك مطلقا ومع ذلك يتعامل المجتمع الدولي بكثير من البرود وبكثير ما يدعو إلى الاستغراب وبكثير من التمهل والدناء لأن هناك دول كبرى لديها مصالح في بقاء الحوثي في هذه النقطة لكن دعنا نشرك أيضا معنا في هذا النقاش دكتور فارس الأستاذ أنور فيصل الحميري وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة أهلا بك أستاذ أنور أستاذ أنور هل تسمعوني؟ أتمنى فقط أن تسمعني من الهاتف وليس من التلفاز سؤال أنور هناك دراسة نشرت بأن كارثة صافر ستحل خلال الأسابيع المقبلة أسابيع فقط تفصيلنا عن الكارثة وليس كما كان البعض ربما يتصور هذه السفينة التي ربما كثر الحديث عنها في وسائل الإعلام في الصحف لماذا إلى حد اللحظة هذا الجمود في هذا الملف؟ يبدو أننا فقدنا الاتصاب الأستاذ أنور الحميري وهنا أعود إليك أستاذ فارس أو دكتور فارس لنكمل ربما الفكرة هل المصالح الدولية مصالح الدول في بقاء الحرب في اليمن في بقاء الحوثي قد أثرت كثيرا على هذه الحرب وعلى سمرر هذه الميليشيات؟ مسألة المصالح أنا أعتقد أنها لم تعد القيمة الكبيرة التي تقاتل عليها الأطراف الدولية بمعنى أنه في منطقة اليمن لا توجد مصالح بالمعنى الكبير لهذه الأطراف الدولية بمعنى أن يكون هناك سراء إنما هناك حالة استقطاب غريبة تستولي على السياسة الدولية قلت لي نوع من العز هذا الاستقطاب ولد نوع من العز عز المبادرة وعز الرؤية وعز اتخاذ القرار صحيح في ملفات في العالم ومناطق الصراع يكون فيها حالة من الصراع على النفوذ بالفعل وهناك مصالح ذات قيمة يمكن أن نجد فيها حضور دولي متشابك عميق لكن في حالة اليمن الصورة تكاد تكون واضحة هناك سراء واضح المعالم له علاقة بإيران وله علاقة بالمملكة العربية السعودية له علاقة باتخاذ القرار في المنطقة والدول الغربية صحيح أنها ترى أنه من المهم أن تكون هذه المنطقة في حالة عدم استقرار لكن هذه رؤى قديمة يفترض هذا عدم الاستقرار يدعو إلى نفوذ مستمر وتدخلات وصفقات سلاح وما إلى ذلك لكن هناك لاعبين جدد وهناك قيم للعبة جديدة هناك الصين تتدخل هناك لعب على الأوراق الاقتصادية أكثر من اللعب على مسألة السلاح والنفوذ السياسي يعني هذه أصبحت متغيرات وأصبحت هذه أوراق لعبة جديدة حالة الاقتصاد ولذلك ليست منطقة اليمن مغرية بالشكل الكبير لذلك أنا أتصور أن هناك حالة من العجز وإلا بإمكان المجتمع الدولي أن يحلها بسهولة بسهولة للغاية ويدرك أن نجد للمشكلة في إيران إيران لم تعد خطرا على المنطقة إيران أصبحت خطرا على العالم بأكمله على التجارة الدولية على الأمن والسلم الدولي بأكمله ومع ذلك صحيح هناك مصالح بين بعض الدول وإيران لكن أغلب المجتمع الدولي بدأ يتحرر من عقدة إيران ومن عقدة اللعب على الأوراق إلى درجة أن صنفت كعدو عدو محتمل لكل هذه الأطراف الدولية حتى بعض الدول الأوروبية التي كانت تقف مع إيران بشكل واضح بدأت تتخلى عن هذه النقطة بعدما رأت أعمال إيران وأضرار إيران على العالم بكله المسألة تغيرت لكن ما تزال الرؤية عاجزة عن الوصول إلى هذه النقطة جميل يعني أنه يحتاج المجتمع الدولي إلى حركة سريعة لإيقاف الحرب في اليمن ومفتاحها الضغط على إيران أولا غير ذلك هو حالة من العباد لكن لا ينبغي أن نتصور أن المجتمع الدولي أو أن هناك أطراف دولية تسعى لأجل سواد عيون اليمنين هم محرجين من الفكرة محرجين من العبثة الذي يحدث في اليمن دون أن يجدوا له جدوى بالمعنى الكامل ولذلك لا يتحرقون بشكل جاد في هذه النقطة جميل وهذا ربما الفراغ الذي هم فيه تستغله جماعة الحوثي والعديد من الجماعات في الوصول إلى أهداف ومآرب ورؤى خطيرة للغاية طبعا هناك مقال لصالح عبرى تحت عنوان طبيعة حركات الإسلام السياسي قبل السلطة وبعدها كتب صالح عبرى من يتابع واقع حركات الإسلام السياسية يجد أن معظمات تنتهجو سياسة الملاوغة والنفاق ما يجعلها تتلون خلال مسيرة حياتها بأكثر من لونة حيث تتبنى خلال نشأتها روية ترتكز بمجملة على العموميات الخضاب الطيني عاطفي والزهد في السلطة والخضاب الجمعية وتركيز على القواسم المشتركة والانفتاع الآخر بما يمكنها من التأثير على المجتمع وكسب تعاطفه بما في ذلك حملة الفكر المتنور والسياسة الجامعة والمتوازنة الذين يشكل نظامنا لأي بلد لكنها بمجرد أن تصير السلطة تنقرب على ذاتها وتتبنى سياسة مغيرة لما كانت عليها فبالنسبة للمال تمارس من موقعها في السلطة كلما كانت تنادي بتحريمه من جباية الجمارك والضرائب ورفع الأسعار ومتجرة بقوة المواطن وكلما كانت تصف قبل أن تصل للسلطة أنه من قبيل أخذ أموال الناس بالباطل إضافة إلى مصادرة كل الحقوق والحرية التي كانت تطالب بها وتعيد الشعب بتحقيقها فالرأي ما رأت هي وما عاد ذلك فمجرم ما أريكم إلا ما أرى لكن نتيجة لذلك التحول تواجه مشكلة إقناع العقلاء ومتنور من أتباعها بالتحول الجديد في سياستها فتضطر لمواجهة ذلك باتخاذ سلوبين سلوب المغالطة والتبريرات الوهية والنفاقة حيث تحاول أن تبقي على بعض من خطاباته شعالات الإثبات أن ما زالت متمسكة بنجيها لكنها بسبب التحول الجديد تصبح تلك الأدبية والشعالة فاقدة مضمونها وغير منسجمة مع الواقع فما تقول شيء وما تفعل شيء آخر فتضطر لمغالطة وامتهان النفاق السياسي وتزوير واقع إثنين التخلص من تلك الكوادر بطريقة أو بأخرى إما بإغراقها بالمشاكل عبل توزيع التهم وإثارة الصراعات فيما بينها وإما بتصفيتها ومن ذلك المنطلق هل يمكننا أن نضع ما تعرضت له مخرجة مؤتمر الحوالة وطنية بما فيها رؤية الدكتور أحمد شرف الدين حول الدولة المدنية من تبنيها من قبل حركات الدين بتنوع اتجاهتها والموافقة عليها ثم رفضها وتنصل عنها ضمن تلك السياسة بل وهو الأهم هل يمكننا أن نضع ما تعرض له الدكتور أحمد شرف الدين نفسه من قبل ما أطلق عليهم حين بالعناصر القاعدية وكذلك الدكتور محمد المتوكل والدكتور عبد الكريم جدبان والأستاذ عبد الكريم الخيواني والأستاذ حسن زيد وغيرهم قادة الفكرة المتنورة أصحاب السياسية الوازنة ودعاة الدولة المدنية والذي خسر اليمن بفقدين أكبر خسارة في تاريخه فما علاقة تلك العناصر بالإسلام السياسي حتى تقوم بانتقاط تلك الكوادر وبهذه الدقة هل يعني أننا نلتقي نحن وإياهم في رفض الدولة المدنية وإقامة دولة الإسلام وإن اختلفت توجهاتنا أم ذلك يعني ولماذا تقوم الجماعة بإغلاق ملفات أكبر تلك الشخصيات وبدون محاكمة علنية وبدون السماح حتى بحضور أقاربهم وبعض المحاكم تتم بسرية وفي أقل من أسبوع كما لا تكلف السلطة نفسها بعرض الأدلة الرأي العام فيما يتعلق باتهامي الغير بارتكاب تلك الجرائم ودون تحقيق قانوني شفاف ولمصلحة منها قاتل الله السلطة أين تصل بالإنسان أعود إليك دكتور فارس أولا تعليقك على ما جاء في المقال من أمور وإشارات خطيرة للغاية بغض النظر عن صاحب المقال لا أملك تقديرا هل هذا المقال لصالح أبرى أم لغيره في كل الأحوال سأناقش الفكرة ونحن نتحدث عن الفكرة بالضبط أنا أتصور أنه الحركات الأيدولوجية هي مغلقة ومنغلقة في ذات الآن وتحكم على أفرادها والمنضوين فيها أن يكونوا كرأس واحد وفي إطار واحد وبتفكير واحد آلية التفكير واحدة تعطيل قيمة العقل بالمطلق وهذا ما يحدث بكل الحركات الحركات الأيدولوجية حتى المتنورة منها فما بالك بأسفل السافرين وهي حركة موليشيا الحوثي التي في تقديري هي أردأ ما تقدمه الأيدولوجيا في التاريخ حركة لا تمتلك أي قدرة على التعاطي مع الحياة بالمطلق وتمتلك بعض التصورات وبعض الأفكار لكن تنشأ بعض العقول بعض الأصوات التي تنتقد هنا أو هناك هل تؤثر هذه الأصوات أنا في تصوري وعبر قراءة تاريخية لا 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 تؤثر غالبا ما تيأس هذه الأصوات أو تخرج تغادر هذه الحركات أو يلحقها الأذى أو تموت بكمدها جربنا ذلك مع حركات الإسلام السياسي مع حركات الريسار كل الحركات الإسلامية تبقى بحالة من الجمود الذي لا يقاوم حتى الزمن أيضا في قراءة ربما للتاريخ وأنت أدرى مني في هذه النقطة كانت دائما ربما على الحركة الإمامية بالتحديد تبدأ أول ما يستثب لها الأمر في البلاد تبدأ بالانتقام من تلك حتى القبائل التي وقفت بجوارها والناس الذين وقفوا معها والدعاء الذي كانوا يسهرون لها الأمور لتصل إلى ما وصلت إليه ولذلك هي تحارب كل من يتحرك ضدها الأيدولوجيا هي ضد الآخر ضد الآخر أي يكون حتى الذي من داخلها ولذلك هي تعيش حالة من القلق الدائم تعيش حالة من التوجس تعيش حالة من اللاثقة بأحد لكن ربما أتحدث حتى عن النفاق الذي تستقدمه هذه الجماعات التي يفترض أنها تدعي الإسلام وما إلى ذلك ومع ذلك تصل بالأخير إلى أن تنقلب على كل المبادئ والأفكار التي كانت تطرحها وتسوق لها في بادي الأمر وأسهل ما تشتغل عليه هذه الحركات والدين لأنها بسهولة تجد قدرة على الانتشار مثلا لو جاءت ميليشيا الحوثي بدون الفكرة الدينية دون أن تستخدمها الفكرة الدينية من سيتقبلها؟ من سيقتنع بها لأحد؟ لكن جاءت بالعاطفة الدينية وفي بمعية الجهل الموجود وضعف التعليم ضعف العقل الثقافي اليمني بدأت تنتشر صحيح يعني لا نقول أن ميليشيا الحوثي تحظى بتقبل يعني هناك حالة من القمع والترهيب لكن أيضا لا ننكر أن هناك ناس وربما من المتعلمين يثقون تماما بأبجديات ميليشيا الحوثي وبفكرها وبمنهجها وهناك ناس حتى إلى مستوى الدكاترة قل إن شئت يعني حصلوا على درجة الدكتورة ليس معنى ذلك معنى ذلك أن العقل مغلق بالأساس آلية التفكير مغلقة والعاطفة الدينية موجودة بشكل كبير ولا يمكن القدرة على التحليل الأشياء والقدرة على التعامل حتى مع النص الديني بشكل منطقي وبشكل عقلاني ولذلك تحرص هذه الجماعات وهذه التيارات على التأثير عن طريق الدين لأنه الطريق الأسهل والطريق الأسرع عبر التاريخ الدين هو الذي يهيئ لهذه القوى الاستمرار وإلا لم يكن الدين ما كانت لتوجد أصلا جميل دعنا فقط نشرك معنا أيضا الأستاذ أنور فيصل الحميري وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة أهلا بك أستاذ أنور أهلا بك أستاذ أنور أستاذ أنور رمى كثير من المواضيع عود أن نناقشها معك لكن قبل ذلك هناك دراسة في الشرق الأوسط وهو سؤالتي الذي كنت قد سألتك سابقا عنه دراسة تقول بأن كارثة صافر على وشك الحدوث وأن فقط أسابيع قليلة تفصلنا عن هذه الكارثة ما تعليقك أولا بالنسبة للسفينة الصافر كثرت الحديث عنها وكثرت أيضا المطروحات حول هذه القضية وسمى الرفع لأكثر مرة وضعت على طاولة الأمم المتحدة وعلى طاولة العديد من المنظمات والجهات الدولية إلا أننا لا نجد تجاوبا سريعا أو تجاوبا يعني مع هذه الكارثة يتناسب مع حجم هذه الكارثة هناك طبق شديد في التعامل مع هذه الكارثة بسيطة تحصل لا قدر الله والتي نحضر دائما وقد تكلم العديد قبل في إحليقات أخرى وغيرها ويحضرون من هذه الكارثة لكن اليوم هناك دراسة تقول أن أسابيع فقط تفصلنا عن الكارثة ما حقيقة ذلك؟ قد يكون ذلك نحن لا نستطيع أننا لم نصلع على السفينة حتى نحكم في ذلك يعني الآن قد يكون أسابيع قد يكون أشهر قد يكون أيام ليس لنا المقدرة لمعرفة كامل فترة لأننا لا نستطيع أن نحكم على شيء مجهود السفينة لا نستطيع أن ندخلها حتى الخبراء المتخصفين لم يستطيعوا الوصول إليها كانت هناك إسلاقية مع الحوثيين للدخول بعض الخبراء إلا أنهم من قضون هذه الإسلاقية ويتراقعون عن السماح لوصول هؤلاء الخبراء جميل أستاذ أنور أنتم في الهيئة العامة لحماية البيئة كشفتم عن وجود قرابة 200 نمر عربي وطالبتم الأجهزة الأمنية بإيقاف استيادها في بيان لكم نشرها بالأمس تحدثتم أن هناك ربما اشتثاث لهذه الفصيلة النادرة خاصة في محافظة أبيان ما الذي يحصل بالضبط في أبيان وللنمر العربي بالتحديد طبعا أخي العزيز بالنسبة لأن النمر العربي يعتبر النمر العربي وكثير قد يجهل ذلك يعتبر هو كان إقرار ذلك بأن النمر العربي هو الحيوان الوطني للجمهورية اليمانية وذلك لأنه يعبر عن الهوية الوطنية النمر العربي هو سبب النمر العربي نظرا لأنه يتوطن في الجزيرة العربية وقد تم انقراضه في كثير من مناطق الجزيرة العربية ولمساق يتبقى له من الموجود إلا في اليمن أو في سلطنة عمان فقط أما بقية الدول فقد انقروا سماما بقية هذه الأعداد محدودة إلا أننا نجد مع هذه الأوضاع تزداد وثيرة اصطياد هذه الحيوانات سواء كانت النمر العربي أو غيرها مثل الراحل العظام المتعرض للمثل هذه الأشياء رفضت الهيال عمان لحماس البيئة الأوضاع الأخيرة طبعا خلال الأربع سنوات الماضية تم قاتل حوالي أكثر من 20 نمر الذي تم رصده وتم إبلغ الهيئة بهذه إلا أننا في هذه السنة في العام خلال الأيام السابقة تم رصد قضاء على بعض الستقناء المحليين في منطقة أبيان أو قضاء على إحدى النمر العربية أمثاء الممر العربي وتم احتجازها وتم بعض الصور لكن الهيئة قامت من ذا نجل نتقص بذلك وتفاهمت مع السلطة المحلية ومع الأشياء المحليين وكان هناك تجاوب جيد طبعا نحن ننوي النمر العربي هو أجد في عدة مناطق من الإيمان منها الأبيان ومنها الضالع ويافع وفي حقا أيضا وفي حكمة وفي المهرة لكننا نظر أن تتعرض إلى مشكلة كبيرة وهي مشكلة الصيد الأشياء المحليين عذرهم في ذلك يقولون أن هذه النبور في تأكل المواشي التابع لهم وبالتالي تأكل يعني أرضاقهم يعني هذه المشكلة التي يواجهها في ظل طرح المواطن أستاذ أنور في ظل طرح المواطن بأنه يتعرض ربما تتعرض أملاكه المواشي إلى صيد من قبل النمر العربي وما إلى ذلك ما هي الحلول التي أنتم في الهيئة قدمتموها؟ طبعا الحلول مثل هذه المواقف هي حلول جماعية تقدم البيئة المصطفى يعني ما يتعلق بذلك وأيضا هناك تعاون للسلطات المحلية والسكان المحليين لذلك لا بد أن يكون يحافظ على مختلفات المواطنين سواء من المواشي أو حتى من الأطراض وأيضا يحافظ على البيئة الطبيعية التي لا الحق العيش ليست هبة منها ولا إنما هبة الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته جميعا لا بد أن نحق على العيش في هذه الماكن التي خلق الله سبحانه وتعالى فيها وتوصنت فيها سيكون بالتعاون والتنفيق وهناك إقراءات قد اتخذتها الهيئة من خلال التوعية عندما يسوع أهمية هذه الحيوانات وهمية عدم انقراضها وتواجدها بمرضقهم قصة لأنها قد تخلق إن شاء الله قد تخلق في الأيام القادمة بعد استقرار اليمن إن شاء الله استقرار روضة فيها تخلق بآمل السياحة البيئية التي تشتير في العالم وإذا ما سواجدت وما تفضلت الظروف المرائمة ستكون هناك السياحة أفضل بكثير لأن النمر العربي كما أدكر لا يتواجد إلا في الجزيرة العربية وقد انقوى في أغلب الجزيرة العربية فقط له تواجد مصيط في اليمن وفي العمان وبالتالي ستخلق شيء كبير السياحة البيئية عندما ترى هذه الحيوانات في بيئتي الطبيعية غير أن تجدها في حدائف الحيوان أستاذ أنور أنتم تحدثتم أيضا في البيانة أن هناك مواطنين يرفضون حتى تسليم تلك النمور التي تم إلقاء القبض عليها ويحتفظون بها أنهم يتعدرون في ذلك الحضر الرئيس لهم أنهم يقولون هذه تؤدي إلى إشكاليات في اللزوم على مواشيهم وتتلكهم بعشياء من هذا لكن ذكرنا أن هناك تفاوضة في صيمة ونستعاون أيضا من سلطات المحلية من الاستخاذ إقراءات أحسر أفضل وتدابير أفضل أشكرك جزيلا شكرا الأستاذ أنور فيصل الحميري وكيل الهيئة العامة لحماية البيئة كنت ضيفي عبر الهاتف شكرا جزيلا لك إلى ربما مقال آخر للأستاذ فيصل الصوفي تحدث فيه ربما عن العلاقة بين الرئيس هادي وأيضا عائلة صالح وكيف أثرت تلك العلاقة بالسلف تحت عنوان ماذا لو تخلى هادي عن كره لصالح كتب فيصل الصوفي جعل الرئيس هادي جميع اليمنيين يدفعون ثمنا مقابل كرهه لسلفه صالح حيا وشهيدا وكرهه لكل ما له صلة قربة بالرئيس السابق كانت قوات طارق صالح على مقربة من تحرير الحديدة فرأى هادي أن هذا سيحسب في قائمة صالح فعجل وأرسل فريقه المفاوض إلى استوكولم قبل إنجاز المهمة في الحديدة بإسبوع بينما وصل المفاوضون الحوثيون في الوقت الذي كان ينجز هناك اتفاق مريح يقول العميد طارق وهو في هذا محق لو كانت شفة الساحل الغربي متحركة ما كان بمقدور الجماعة الحوثية التفكير بمأرب ذلك الاتفاق مكن الجماعة الحوثية من الاحتفاظ بالحديدة وهذا بالنسبة لهادي وحلفائه خير لها من أن تقع في قفضة المقاومة الوضنية التي يتزعمها قائد له صلة قربة بالرئيس صالح بل إن هادي مكن الحوثيين من شغل المقاومة الوضنية بالدفاع عن الاتفاق منذ نهاية العام الفين وثمانية عشر اضلوا بعده يتصدرون للهجمات التي ما تزال مستمرة إلى اليوم حين لاحظت قيادة المقاومة الوضنية أن ميليشيا الجماعة الحوثية تسحف بقوة نحو مدينة مأرب ولحت في أفق الشرعية خيبة اقتحام ميليشيا الجماعة معسكر ماس وأجهزت على سرواح كانت قيادة المقاومة الوضنية تقول لدينا استعداد لمواجهة ميليشيا الجماعة في مأرب لم يبدو هادي أي نزعة للقبول بذلك وتقدمت ميليشيا الجماعة الحوثية نحو مراتق أخرى وهذا لا ينصت في المعركة المستمرة إلى الآن كان قائد المقاومة في بدايتها يقول نستطيع تقديم شيئا من أجل مأرب لكن هادي يرفض لماذا؟ كي يحرم قيادة المقاومة الوضنية من الإسهام في معركة مأرب ظنا منه أن ذلك سوف يعلي مكانتها درجة أخرى في سلم العمل الوطني ويقولون لك ولماذا يشغل طارق نفسه بمأرب إذ يمكنه تحريك قواته في الحديدة يتذرع باتفاق السكولم حسنا إذن يحركها نحو مواقع الحوثيين في تعز في الظالع في حجة هذا كلام معروفة أغراضه فأصحابه يدركون أن ليس بوسع طارق صالح التحرك كما يشاء فهو مقيد بشرعية وملتزم بالالتزامات نفسها التي قضعتها شرعية للأمم المتحدة والمجتمع الدولي فضلا عن أن القوم في تعز منهمكون في وضع خضطهم لاشتياح الساحل وكانت مناوراتهم مع الحوثيين عند تخوم المخى إحدى تلك الخضط بينما المشاركة في جبهة الظالع غير مقبولة من ضرف ثالث لأسباب معروفة هذه أول من تسلم الرئاسة أصدر قرارة هي في الأساس لاستبعاد كل ما له صلة قربة بصالح وذهب في هذا الطريق ولم يعد ولا يباري بالخسارة الوضنية التي ترتبت على هذا المزاج الغضبي هادي كان يتحدث عن الحكم العائلي بلسان الإصلاح واليوم الحكومة عائلية السفراء من العائلة التجارة عائلية الفساد عائلي حتى إن داعمي هادي ضجرون منه الآن فصاروا يعدونه بفتح ملفاته إذن بهذا المقال للأستاذ فيصل الصوفين قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من الصحفة اليوم أشكر ضيفي الكريمة الدكتور فارس البيل الأكاديمي والباحث كنت ضيفي في هذه الحلقة شكرا جزيلا لك دائما وأبدأ شكرا لكم أنتم مشاهد الكرام إنما تكونوا على حسن الإصلاح والمتابعة أقدم حلقة جديدة إلى اللقاء اشتركوا في القناة